إنجازات أبطال الأهلي على المستوى الأولمبي ما وقفتش عند زهبية رفع الأسقال اللي حققها سيد نصير في الدورة الأولمبية بأمستردام سنة 1928 في الدورة الأولمبية ببرلين عام 1936 حقق خضر التوني الميدالية الزهبية لوزن المتوسط في رفع الأسقال وكان إنجاز كبير خضر التوني من موليد حي شبرة في 15 ديسمبر 1916 وبدأ مشواره الرياضي في نادي شبرة عام 1933 وفي نهاية سنة 1934 انضم للأهلي وكان انضمامه للأهلي نقلة كبيرة عشان كان بيدرب رباع رفع الأسقال في الأهلي في الوقت ده البطل الأولمبي سيد نصير وكان أغلب أبطال مصر في الوقت ده من الأهلي وفعلا قدر سنة 1935 تحطيم الرقم العالمي لزمير المصري عنطر عرفة في رفعة النطر ومش بس كده ده قدر يدرب الرقم العالمي للمجموعة يعني إجمالي رفعات النطر والخطف واللي كان حققه الألماني أزمير في الدورة الأولمبية سنة 1932 وفي الدورة الأولمبية ببرلين قدر خضر التوني انه يحقق الميدالية الزهبية عشان تكون رابع ميدالية زهبية أولمبية في تاريخ مصر بعد زهبية سيد نصير في رفع الأسقال وزهبية إبراهيم مصطفى في المصرعة بدورة أمستردام الأولمبية سنة 1928 وكمان زهبية أنور مصباح في نفس لعبة رفع الأسقال وزن الخفيف اللي حققها قبل زهبية خضر التوني بيومين يعني في الوقت ده كان أبناء الأهلي محققين خمسين في المية من الميداليات الزهبية اللي حققتها مصر في الدورات الأولمبية كلها خضر التوني استمر في إنجازاته العالمية وفاز ببطولة العالم لسنوات عديدة آخرها 1949 و1950 لكن